بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصرف الخلق والمرسلين حياكم الله أطلابنا العزاء في درسنا اليوم إن شاء الله سنحل أسلحة الدرس السابق ومن ثم أبدأ بشرح درس الجديد السؤال الأول أصل كل كلمة بمعناها في الجدول الآتي المنافق هو الذي يظهر غير ما يخفي آية معلاها علامة وصفة أجيب بصحيح أو خطأ ألف شهد سمير بشيء لا يعرفه رضاء لصديقه سعيد خطأ با اشترك قيس في إحداث الفوضى في الصف ثم أنكر ذلك خطأ جيم أنجزت جنى واجباته المدرسي بيتقان في الوقت الذي وعادت به معلمتها صحيح دال استودعت مها أختها سرا فأذاعته أذاعته يعني نشرته لم تكتم هذا السر فهذا أيضا خطأ أصنف السلوكات الآتي وفق الجدول الحفاظ على ممتلكات زملائي من صفات المؤمن عدم أداء الأمانة من صفات المنافق الغش في البيع وغيره من صفات المنافق قول لحق من صفات المؤمن الغش في الامتحان من صفات المنافق والإخلاص في التدريس من صفات المؤمن طيب درسنا الجديد هو فضل العلم أوجب الإسلام على كل مسلم أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام دينه كالعبادات والمعاملات لكي يقوم بالواجبات التي فرضها الله تعالى عليه إذن واجب على كل مسلم أن يتعلم واجب على كل مسلم أن يتعلم الأمور المفروضة عليه الأساسية المفروضة عليه الأساسية يعني لازم يا أستاذ درس فقه ودرس شريعة ودرس لا مش هيك القصد القصد أن الإنسان المؤمن يجب عليها أن يتعلم سواء في مدرسة أو في المسجد أو عن طريق التلهاتف أي مكان أو أي وسيلة لابد أن الإنسان يتعلم واجب عليها أن يتعلم الأمور الأساسية في الدين ما هي الأمور الأساسية في الدين التي تتعلق بالأمور التي فرضها الله علينا مثل العبادات والمعاملات المعاملات يعني معاملات مع الآخرين والبيع والشراء والأخلاق الآخرة طيب وأوجب على المسلمين تعلم العلوم التي تبنى بها الأوطان وترتقي بمجتمعهم كعلوم الطبي والهندسة والصناعات والعلوم الاجتماعية وغيرها وكذلك تعلم المهن والحرف التي يحتاج إليها مجتمعهم وتشكل لهم سبيلا إلى الرزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مسلم فريض يعني واجب على كل مسلم هذا طلب العلم زي زي الصلاة زي زي الصيام فرض ولفظ المسلم يشمل الذكور والإناث نعم هنا بدنا نوضح أمر مهم أنه يعني المسلم للذكور وللإناث وليس فقط للذكور فضائل العلم وأثاره واحد من فضائل العلم أنه ميراث الأنبياء الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينارا يعني إحنا مورثنا أموال من الأنبياء لاحظ تتبع سيرة الأنبياء ورسل جميعهم لن تجد ولا تجد أي منهم يعني ورث مال أو ورث بيوت أو ورث تجارة لا لا لم يورثوا إلا العلم والدين فقط ورثوا العلم والدين اثنين من فضائل العلم أنه سبب في دخول الجنة ثلاث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث اللي بين أيدينا تحت يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فالعلم الإنسان الله عز وجل يفتح عليه ويدخله الجنة ثلاث ثوابه مستمر بعد الممات يعني والله أنا علمت ناس ومتت وهؤلاء الناس علموا غيرهم وغيرهم 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 كلهم في ميزان حسناته لأنني علمتهم ما ينفعهم من أمور دنياهم أو دينهم سبب أيضا في نهضة الأمة ورقيها الأمة المتحضرة هي متعلمة الأمة المتحضرة هي متعلمة وراقية فلابد أن تكون متعلمة وعندها العلم حتى تكون متطورة ومتحضرة وراقية طيب مظاهر اهتمام المسلمين أو الإسلام بالعلم نحن حكينا عن فضال العلم وآثاره على الفرد والمجتمع وأيضا الآن بدنا نحكي عن مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم يعني بدنا نأخذ زي نماذج يعني اهتم الإسلام بالعلم وجعل طلبه فريضة على الرجال والنساء وحث عليه ورتب عليه الأجر والثواب وعده سببا في قوة الأمة وعزتها كيف اهتم الإسلام بالعلم عندما جعله فريضة على الرجال والنساء اثنين حث عليه ورتب عليه الأجر والثواب ثلاث عده سببا في قوة الأمة وعزتها هذه مظاهر من مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم طيب أقول لكم فكر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أسر ومعركة بدر أن يعلم كل منهم عشر من المسلمين القراءة والكتاب على ما يدل ذلك يدل على اهتمام المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتاب وتعلم العلم ثالثا فضل العلماء رفع الإسلام قدر العلماء وأعلى منزلتهم وفضهم على غيرهم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات العلماء لهم فضل عند الله عز وجل لماذا؟ فهم الذين يرشدون الناس للخير إذن يرشدون الناس للخير هذه واحد اثنين ويبينون لهم الفهم الصحيح للدين اثنين يبينون للناس الفهم الصحيح للدين ثلاث يقدمون لهم من العلوم ما يحتاجون إليه في حياتهم إذن ثلاث أمور الله عز وجل لثلاث أمور رفعا قدر أهل العلم وهي إرشاد الناس للخير بيان الدين الصحيح لهم والفهم الصحيح للدين ثلاث يقدمون أو تقديم العلوم التي يحتاجون إليها طيب معلومة إثراعية يقول للمعلم دول كبير في نشر العلم والثقافة وتعليم الأجيال والشباب ما يهمهم في دينهم ودنياهم نعم وأظن قال عمر بالخطاب رضي الله عنه إني لأرى الرجل فيعجيبني فأقول هل له حرفة فإن قال لا سقط من عين شوف سيد عمر بالخطاب كلام جميل يقول لأن أنا أنظر للإنسان والشخص إن أعجبني هذا الشاب وهذا الرجل بسأل عنه بيشتغل إذا ما بيشتغل بيسقط من عين خيل فالإنسان بده يحرص على أن يكون له حرفة أو أن يتعلم العلم طبعا الحرفة هي تعلم لا مشترط مشترط يكون العلم نظري ممكن يكون العلم عملي تطبيق عملي هذا الحرفة هذه تطبيق عملي المهم أنه الإنسان ينشغل بشيء يفيده في الدنيا ويفيده في الآخرة بإذن الله تعالى هكذا نكون قد نهينا درسنا اليوم يعطيكم العافية تطبيق عملي